هكذا كان مصير الباص الذي يعتبر مصدر الدخل الوحيد لأسرة الأهدل بفعل لغم حوثي انفجر به في مديرية الدريهمي جنوبية الحديدة وهي جريمة جديدة تضاف إلى جرائم الميليشيات الحوثية بحق المدنيين الذين تتربص بأرواحهم الغام الموت التي زرعتها في كل مكان وحولت هذه المناطق إلى حقول الغام هذا الباص حقا ابن أمي خرج معه نازحين شوصلهم وخارجوا للطريق قرحبوه لغم حوثي وتأوير في رقلهم كسرت رقلهم وفي واحدة جنبه من اللي خارجوا من النازحين استشهدان كانوا موجودون في الجريبة وبعدين قالوا بيرجعوا منظر في البلاد منظر وخارجوا بهم قرحبون اللغم في الوادي انفجار اللغم الحوثي بباص الأهدل جريمة ثانية ارتكبتها الميليشيات الحوثية فقد سبقتها جريمة أبشع راح ضحيتها ثلاثة من أسرة الأهدل جراء لغم أثناء قيام الأب بإسعاف اثنين من أبنائه إلى المركز الصحي بسبب إصابتهم بحمى شديدة دون أن يعرف الأب أن طريقهم محفوفة بالمخاطر وملئة بأدوات الموت الحوثية فانفجر بهم لغم حوثي حولهم إلى أشلى خرج الوالد واثنين من أياله أثناء واحد أمر أشر سنة وأمر واحد أمره ثلاثة خرجوا خرج رايحة الجهون المركز حق الجريبة قرحبوه لغم هو مكش التواصل للمركز ولا حاجة أجوه قاعد صاحبي أتوكي يبلغنا لأن أبو قرحبوه لغم خرجنا لهناك أنا وأخي أصلنا هون مدبزين مقطعين كلهم ماي أترفوك قرحبوه لغم خرجين من هنا سألتش إيه من كذا بح خرجين بايكون سألتجوا سألتهم تبقوا لهم العم هالئذين هايجي قرحبوهم قرحة واحدة حطبوهم كذا هون مدبزين كذا ومعالهم مكسوطة من هنا جرائم الميليشيات لا تعد ولا تحصى في ملاطق الساحل الغربي والسهل التامي والتي تركت حزنا وألما في قلوب الأهالي لا يمحوه الزمن موسيقى شكرا